جميل هنشوف مع بعض الوقت الأستاذ محمود مجموعة من الصور لمجموعة من الأفلام والنجوم وطبعا هي كلها من أهم أعمال المخرج والأستاذ داود عبدالسيد وحب أسمع تعليق من حضرتك عليها البحث عن سيد مرزوق فيلم مهم جدا طبعا اللاجم نور الشريح أحد أفلام وأنا بقول في الكتاب الفيلم ده مظلوم الحقيقة ويمكن الأستاذ داود كمان كان متضايق أنه ما وصلش يعني أنه ما وصلش لكن الفكرة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده فكرة العجز والقدرة العجز شخصية يوسف اللي بيلعب نور الشريح في مقابل شخصية سيد مرزوق اللي هو فتحت له أبواب المدينة برضو المواطن الذي استيقظ ذات يوم فوجد المجتمع تغير وآخرين احتلوا مكان هذا هو الفيلم دميل سعليك ده أول أفلام الأستاذ داود وهو مستلهم بالمناسبة من شخصية حقيقية شخص صعد من يعني بداية السلم الاجتماعي إلى أن أصبح مليونير أستاذ داود بيختبر في هذا الفيلم القيم بشكلها إيه؟ لما يحصل هذا الصراء أو هذا التحليق بدون أجنحة القيم هيبقى شكلها إيه؟ وفيه دورين الحقيقة مميزين لأستاذ نور وأستاذ محمود عبد العزيز بالمناسبة بسبب هذا الفيلم وأحد مشاهد الفيلم التقط الأستاذ داود أنه الأستاذ محمود عبد العزيز يعمل كتكات؟ يعمل كتكات آه أوكي بنظرة من أو بحركة معينة عبد العزيز أرض الأحلام التجربة الوحيدة طبعا للأستاذ داود اللي ما كتبش لها السيناريو لأنه دا الأستاذ هاني فوزي بس تحت إشراف الأستاذ داود وده دور في رأي الشخص يعني دور مختلف جدا للسيدة فاتر حمامة وأستاذ داود ما أحبش يفوت هذه الفرصة بس زي ما قلت لحضرتك لو شفنا الفيلم هنلاقيه منتامي أيضا إلى سنائية العجز والقدرة اللي تناولها بعد كده الأستاذ داود في كذا حاجة جميل أرض الخوف أستاذ أحمد زكي نا تحفة سينمائية تحفة سينمائية بسبب أشياء كثيرة جدا المستويات المختلفة أداء أحمد زكي الرائع والعظيم الحالة اللي عملها الأستاذ داود وبالمناسبة كل ما كتبوا الأستاذ داود عن عالم المخدرات خيال في خيال اللي هي الدرجة الناس اعتقدت أن الأستاذ داود يعني له صلة ما بهذا العالم أو بجاب ملفات قضايا ما حصلش الأستاذ داود يعني ما لهوش فيه هذه التفاصيل لكنه تخيل وميش الشخصيات وميش وراه فعمل هذا العالم الغريب والمدهش وقدر الحقيقة يعمل تحفة سينمائية جميل الكتكات بقى طبعا يعني يعني الكتكات الحقيقة فيلم فيلم لمس الناس لماذا؟ لأنه كل إنسان الحقيقة عنده لحظة عجز فلما بيشوف الشيخ حسني بيخجل من نفسه يعني إذا كان الرجل الأعمى الكفيف بيحاول صحيح أنه بيتعثر لكن أنت ما حاولتش ليه؟ يعني أنت ربنا مديك بصار ومديك قدرة وعندك إمكانيات أنت ما استغلتهاش ليه دا سبب يمكن نجاح الكتكات بالإضافة إلى الروح الشعبية السخرة بالزبط اللي هي متصلة قوي بالشخصية المصرية ودي النماذج الإنسانية البسيطة اللي أنا كنت بتكلم فيها مع حضرتك بلناس بشيخ حسني شخصية تراجدية يعني الناس بتستقبل اللي بيسموها دار كوميدي يعني كوميديا سودا كوميديا سودا بالزبط بالزبط لأنه شخصية تراجدية شخص ما عندهش أمل أنه يسترد بصر بالزبط ومع ذلك بيضحكنا وهو طبعا بيحاول وبيعاني ومشاير لا دا بيهرب 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 بالحشيش وبيهرب بالضحكة بس بيحاول يروض حياته أيوة واحنا بندحك دا قرأيه بقوي من الشخصية المصرية الأصلية أيوة الشخصية المصرية كده الشخصية المصرية رغم همومها ورغم مشاكلها إنه هو بيحاول يروض الحياة بالضحك متفقلة أيوة تجي تفرصة أنها تغني ترقص في أبسط حالات وبيدحك وبيهز آه يا شخصية جميلة بس ظروفها صعب صح هذه المشكلة صح دا أحيانا تحكي أحيانا تنكد على ظروفها صحيح وتدحك على ظروفها وعلى نفسها بالزبط وتلقي النكت اللي طالع كلها ليه علاقة بالصعاب اللي ممكن أن يكون بالجهة وعندها قدرة على الانتقاد الشيخ حسني في أحد المشاهد الشهيرة بينتقد الحرك كلها وبفضح والنماذج النفسية كمان اللي هو بيقدمها الحقيقة قدرت أنها تقربه بشكل كبير جدا من المواطن البسيط يعني داود عبدالسايد أنا أسف على مواطن حضرتك من المخرجين اللي وصل لفترة أن كانت الناس بتدخل على اسمه يعني مش بس اسم النجم وما زال وما زال طبعا هناك جيل هناك جيل يتمنى أن الأستاذ داود يعمل أفلام ومنتظر أفلام أيوة بالزبط بالزبط يعني أما يعمل داود عبدالسايد فيلم تبصت لقي أنه داود عبدالسايد عامل فيلم مش بس اسم النجم لا اسم داود عبدالسايد دا المخرج الحقيقي زي ما حصل أن احنا كنا بننتظر أفلام عاطف الطيب أفلام محمد خان وأفلام رأفة الميهي دا اللي هو السينما المؤلف المخرج اللي لها طبيعة وليها هوية خاصة ومع كل فيلم بيقدم تجربة جديدة ومختلفة شايفها بتقف فين مدرسة داود عبدالسايد الحقيقة أنا شايف أنها مؤثرة جدا ومؤثرة في أجيال أدهشة الأستاذ داود لأنه كالليا الحقيقة أحظ أن أنا أدير أكثر من ندوة أستاذ داود جاء كمان توقيع الكتاب وعملنا ندوة مهمة أوي بمناسبة مرور 30 سنة على الفيلم الكتكات في مهرجاء القرى السينمائي واندهش الأستاذ داود أنه تقريبا 99% من الحاضرين ما شافوش العرض الأول للفيلم بمعنى أن هناك جيل جديد جدا بيكتشف الأستاذ داود مش جيل نحن جيل نحن حقنا العرض الأول سنة 91 إنما كل أجيال صغيرة جدا حفظين الفيلم حفظين إفهاته عارفين شخصياته فكان سعيد جدا دا يديكي إلى أي مدى تأثير سينما الأستاذ داود وجواقت من الأوقات كان خارجي مهد السينما كان يقولوا إحنا عايزين نعمل فيلم زي عطف الطيب أو داود عبد السادة أو محمد خان فيش تأثير أكتر من كده رجعت له وحضرتك بتكتب رجعت له بعض المعلومات طبعا عشان أدقق المعلومات وطبعا أرى الكتاب طبعا في الدرافت الأولاني أنا زي ما قلت لحضرتك أنا ما حبيتش يبقى في حوار اعترض على أي حاجة في الدرافت الأولاني هو بيقرأ إطلاقا 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 الحمد لله أشاد بكمان الرؤية لأنه كان بيقولي يعني أن دي أول رؤية يعني متكاملة لأعماله مرة واحدة بما فيها التسجيلي كمان لأنه التسجيلي مهم جدا عند الأستاذ داود تتوقع أنه ممكن يتراجع عن قراره؟ أستاذ داود بيحب السينما جدا بيعشق السينما جدا وزي ما قلت لحضرتك المسألة مش شخصية أنا أتوقع أنه لو في المناخ تغير أنا أعتقد أنه دا ممكن يساعد الأستاذ داود وآخرين يعني مش الأستاذ داود بس هناك طبعا مبدعين كبار جدا تم تغيبهم يعني هم مفيش فنان حقيقي يحب يعتزل ولا لعب كرة يحب يعتزل يا الظروف بتجبره أنه يبتعد يعني أو يبعد يعني زي ما قلت لحضرتك الأستاذ داود كان عن السيناليات جاهزة وكان داخل يصور فيلم فعلا اسمه رسائل حب غير رسائل بحر غير رسائل بحر فيلم آخر وكان فيه تمويل وفيه دعم من وزارة الثقافة والمقطة اللي أصارها الأستاذ داود وأنا عايز يعني أتكلم فيها هي فكرة عودة الدعم يعني لا يصح أن احنا نرفع الدعم عن فيلمين ثلاثة أو أربعة نقدمهم كل سنة لكبار المبدعين أو لشباب المبدعين مش بكلم عن السن فيه مبدعين كبار جدا من الشباب بس مش لقيم فرصة أن يعملوا أفلامهم لابد أن الدولة تعيد فكرة دعم هذه الأفلام بنسب معينة ووفق شروط معينة يعني أنا أتمنى أن احنا نناقش ده في لجلة السينما أنا عوضة في لجلة السينما في المجلس أعلى الثقافة ونعيد الفكرة دي مع بقاء السينما التجارية ما حدش قال إن إحنا نضمر السينما أكيد مفهوم يبقى ده موجود يبقى ده موجود طول عمرها السينما المصري كده طبعا فيها أفلام تجارية اللي هي بتحرك الصناعة أيو وفي أفلام تجارية على الفكرة جيدة الصنع يعني مفهوم مش ضدها يعني مفهوم لو فكرت تكتب سيرة سينمائية تانية تكتبها عن مين أنا كتبت فعلا سيرة سينمائية وصدرت في تكريم الراحل كبير محمد خان كتاب عن محمد خان وإن شاء الله نحاول إن إحنا نطرحه في الأسواق قريبا إن شاء الله في أسماء كتيرة جدا الواحد يحب يتكلم عنها أكيد من الراحلين يعني ومن المبدعين صلاحة بوسيف توفيق صالح كتير جدا الحقيقة مصر مليئة بالمبدعين جميل أنا بشكر حيك أستاذ محمود على وجودات معنا النهار شكر لحضراتك جدا شكرا مرسي مرسي مرسي